تم إثلاق القمر التجريبي ناكساد وان في شخل الماضي من السين يعتبر هذا التعاون خطوة إيجابية نحو التحقيق لاستثامة الفضائية وتعزيز التطاول الاقتصادي إذا تسعى السين إلى بناء علاقة تعاونية مع الدول العربية في مختلف المجالات لا سيما في مجال الفضاء أرازي يعد مخورا مهما لتقاتم البشرية ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الجديدة الأبواب أمام مزيد من فرص لدول الشرق العوسط وشمال الفريقيا للاستفادة من تكنولوجيا وارقبلات فضائية الصينية في المستقبل قمرنا الصناعي للمساعدات الخارجية ليس فقط هدية من الأقمار الصناعية ولكن أيضا يعد تدريبا لمجموعة من المواهب الفضائية المحترفة لدول أخرى وهذا نوع من التعاون الشامل على سبيل المثال تم تسليم القمر الصناعي الذي أرسلناه إلى أثيوبيا بنجاح العام الماضي ويمكنهم مراقبة التغيرات في الموارد المختلفة مثل الزراعة والغطاء النباتي في أثيوبيا يمكن لهذا القمر الصناعي التنبؤ بالإنتاج المستقبلي لمختلف المحاصيل وحتى التنبؤ بحدوث الآفات والأمراض ومساعدة الحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي على الاستجابة بشكل أفضل للأزمات المحتملة لا يقسر التعاون في مجال الفضاء على أثيوبيا فقط في إطار مبادرة الحزام والطريق سنقيم اتصالات مكثفة في مجال الأقمار الصناعية مع الدول الصديقة الأخرى ونصدر تقنياتنا ومنتجاتنا إليها ونعزز مستوى معيشة الناس في جميع أنحاء العالم أشار لينفومين الباحث في الشؤون الدولية إلى أن السين تستطيع تعديل الاستاتيجياتها من خلال أثارتين سنبيتين واختلاق الاحتواء الذي تفرده الدول الخربية على السين في مجال التكنولوجيا الفائقة خاصة في السياق التطاول السريع الحالي للأقمار الصناعية وبخصوص سيناعة الفضاء وغيرها من السيناعة تعتبر اختلاقات تكنولوجيا حاسمة بنسبة بكين في سنوات الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا في تكنولوجيا والعلوم من المعروفة أن بتغطي الألاقة الصينية الأمريكية وما زالت تستهد الصين في تكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الجديدة قد بدأت هواوي لبيع موبايل الجديد ميت ستيم هذا يدل أن أمريكا لا تستطيع أن تحاصر الصين الصين على ضغط يمكن أن تطور نفسها أحسن وأسرع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمة الصحابية قد شهدت تطورا مميزا في الصين